ثلاث مشروبات تساعد على الحمل بسرعة إن شاء الله هذه هي وصفاتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله للحمل السريع إن شاء الله فهي عبارة عن مشروبات ستساعدك كثيرا على الحمل وعلاج معظم مشاكل الحمل إن شاء الله فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوره ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المشروب الأول الذي سيساعدك على الحمل إن شاء الله والحمل السريع إن شاء الله باستخدام مكون واحد فقط فلدينا هذا المشروب فهو مكون من الشيح فمشروب الشيح جد مفيد وفعال في علاج العديد من المشاكل الخاصة بالحمل فهو يعالج بدرجة أولى مشكل برودة الرحم أو برد الرحم الذي يحول دون حدوث الحمل وأيضا الشيح مفيد جدا في تنظيم الدورة الشهرية والمتقطعة والغير المنتظمة للحمل إن شاء الله طريقة الاستخدام وطريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين ملعقة كبيرة من الشيح وهو يكون على هذا الشكل تأخذين ملعقة منه ثم تضعينها في كوب من الماء الساخن جدا أو المغلة وتترك الكوب لمدة نصف ساعة قبل استخدامه واستعماله لعلاج معظم مشاكل الحمل بعد مرور هذه المدة تقومين بتسخين الخليط قليلا أو المشروب ثم تقومين بتصفيته وتصبح الوصفة جاهزة للاستعمال طريقة استعمال هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بشرب هذا الكوب بعد تناول وجبة الإفطار طول فترة الدورة الشهرية طول فترة الدورة الشهرية تقومين بشرب كوب واحد فقط بعد تناول وجبة الإفطار فمثلا إذا كانت الدورة الشهرية تستغرق خمسة أيام فيمكنك يشرب هذا الكوب لمدة خمسة أيام مرة واحدة في اليوم بعد تناول وجبة الإفطار أما المشروب الثاني فهو مشروب الحلبة فمعروف على أن الحلبة مفيدة جدا في علاج معظم مشاكل الحمل فهي تعمل على تنشيط المبايد للحمل السريع إن شاء الله وأيضا تساعد كثيرا في تنقية الرحم من آطار الدورة الشهرية وأيضا تساعد على علاج ضعف المبايد كذلك وهي أيضا تساعد على تنقية الرحم من آطار الدورة الشهرية وطريقة الاستخدامها لعلاج هذه المشاكل فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ كوب من الماء الساخن جدا أو المغلة وتضيفين له ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة وتقومين بخلط المكونات جيدا وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال طريقة استخدام هذه الوصفة فهي أيضا تقومين بشرب هذا الكوب أو المشروب مشروب الحلبة طول فترة الدورة الشهرية على الريق يستحسن يفضل أن تقومين بشرب مشروب الحلبة على الريق طول فترة الدورة الشهرية مرة واحدة فقط في اليوم أما المشروب الثالث فهو أيضا جد مفيد وفعال لتنشيط المبايد وتنقية الرحم من آطار الدورة الشهرية فهو البابونج فهذا المشروب فهو جد مفيد وفعال فهو يعالج مشكل عدم تنظيم الدورة الشهرية المتقطعة والغال المنتظمة للحمل السريع وطريقة استخدام هذا المشروب أو طريقة تحضيره فهو يجد تهلة وبسيطة فكالعادة تأخذين كوب من الماء الساخن جدا أو المغلة تضيفين له منعقة كبيرة من البابونج وبعد ذلك تقومين بتصفية الخليط أو المشروب وتقومين بشربه طول فترة الدورة الشهرية بعد تناول وجبة الإفطار مرة واحدة في اليوم وتدومين عليه لمدة ثلاث أشهر أقصاها لتنشيط المبايد وعلاج مشكل ضعف المبايد وكذلك علاج برودة الرحم أو برد الرحم كانت هذه هي المشروبات التي ستساعدك على الحمل السريع إن شاء الله أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأوك واستفسارتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاث مشروبات تساعد على الحمل بسرعة إن شاء الله هذه هي وصفاتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله للحمل السريع إن شاء الله فهي عبارة عن مشروبات ستساعدك كثيرا على الحمل وعلاج معظم مشاكل الحمل إن شاء الله فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوره ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لكي نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المشروب الأول الذي سيساعدك على الحمل إن شاء الله والحمل السريع إن شاء الله باستخدام مكون واحد فقط فلدينا هذا المشروب فهو مكون من الشيح فمشروب الشيح جد مفيد وفعال في علاج العديد من المشاكل الخاصة بالحمل فهو يعالج بدرجة أولى مشكل برودة الرحم أو برد الرحم الذي يحول دون حدوث الحمل وأيضا الشيح مفيد جدا في تنظيم الدورة الشهرية والمتقطعة والغير المنتظمة للحمل إن شاء الله طريقة الاستخدام وطريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين ملعقة كبيرة من الشيح وهو يكون على هذا الشكل تأخذين منعقة منه ثم تضعينها في كوب من الماء الساخن جدا أو المغلة وتترك الكوب لمدة نصف ساعة قبل استخدامه واستعماله لعلاج معظم مشاكل الحمل بعد مرور هذه المدة تقومين بتسخين الخليط قليلا أو المشروب ثم تقومين بتصفيته وتصبح الوصفة جاهزة للاستعمال طريقة استعمال هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بشرب هذا الكوب بعد تناول وجبة الإفطار طول فترة الدورة الشهرية طول فترة الدورة الشهرية تقومين بشرب كوب واحد فقط بعد تناول وجبة الإفطار فمثلا إذا كانت الدورة الشهرية تستغرق خمسة أيام فيمكنك يشرب هذا الكوب لمدة خمسة أيام مرة واحدة في اليوم بعد تناول وجبة الإفطار أما المشروب الثاني فهو مشروب الحلبة فمعروف على أن الحلبة مفيدة جدا في علاج معظم مشاكل الحمل فهي تعمل على تنشيط المبايد للحمل السريع إن شاء الله وأيضا تساعد كثيرا في تنقية الرحم من آطار الدورة الشهرية وأيضا تساعد على علاج ضعف المبايد كذلك وهي أيضا تساعد على تنقية الرحم من آطار الدورة الشهرية وطريقة الاستخدامها لعلاج هذه المشاكل فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ كوب من الماء الساخن جدا أو المغلة وتضيفين له ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة وتقومين بخلط المكونات جيدا وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال طريقة استخدام هذه الوصفة فهي أيضا تقومين بشرب هذا الكوب أو المشروب الحلبة طول فترة الدورة الشهرية على الريق يستحسن يفضل أن تقوم بشرب مشروب الحلبة على الريق طول فترة الدورة الشهرية مرة واحدة فقط في اليوم أما المشروب الثالث فهو أيضا جد مفيد وفعال لتنشيط المبايد وتنقية الرحم من آطار الدورة الشهرية فهو البابونج فهذا المشروب فهو جد مفيد وفعال فهو يعالج مشكل عدم تنظيم الدورة الشهرية المتقطعة والغير المنتظمة للحمل السريع وطريقة استخدام هذا المشروب أو طريقة تحضيره فهو أيضا جد تهلة وبسيطة فكالعادة تأخذين كوب من الماء الساخن جدا أو المغلى تضيفين له منعقة كبيرة من البابونج وبعد ذلك تقومين بتصفية الخليط أو المشروب وتقومين بشربه طول فترة الدورة الشهرية بعد تناول وجبة الإفطار مرة واحدة في اليوم وتدومين عليه لمدة ثلاث أشهر أقصاها لتنشيط المبايض وعلاج مشكل ضعف المبايض وكذلك علاج برودة الرحم أو برد الرحم كانت هذه هي المشروبات التي ستساعدك على الحمل السريع إن شاء الله أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأك واستفسارتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا عجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا